نتكلم على العنوان الستة أمينة ليه الشتة أمينة؟ إيش معنى الستة أمينة؟ أولا عشان كنت عامل以上 السيد أب ARM كده؟ ببرافو عليك آآ أنا كنت عامل فكرة إن المجتمع الشرقي كان بينظر في وقت من الأوقات للرجل والمرأة إن هم سسسيد وستة أمينة فلما عملت كتاب كاتالوك سسسيد الستات على صفحتي يبقى زعلانين طب إيهاب wearت شخصية الرجل للبرأة والراجل محتاج يفهمنا فقالت لما يا جماعة والله العظيم هعمل كتاب كتالوكس التأمينة محدش يشتريه الرجالة مش عايزة تعرف عنكم حاجة ولا بتدور وكانت نتيجة فعلا كتا لو تلاحظي الفرق الرهيب ما بين نجاح كتاب كتالوكس السيد وكتالوكس تأمينة عشر أضعاف تقريبا من المنطلق أن الرجل المرأة هتمت واشتري كتالوكس السيدة عشان تفهم الراجل الراجل ما هتمش عشان يفهم الست مدلت لحد النهاردة بسوق الكتاب ومش ناجح ليه عشان مين هيشتري يا رانيا هل الراجل عنده استعداد ينزي لبس المجهود عشان يفهمك ويقرأ كتاب لا لكن كل السيدة بتقريبا كتالوكس السيدة عشان تفهم شخصية الراجل ده حقيقي فين المجهود انت بتنزله وتعرف تتعامل ازاي في بيتها وتعرف تعمل ايه في المواقف كل حاجة يحضره الندوات ويحضره محاضرات من وجهة نظرك يا إيهاب لأن انت تكلمت طبعا في الموضوع ده كتير وأكيد من خلال شغلك بتحتك بقصص كتير جدا ايه الأصعب على السيدة الخيانة ولا الطلاقة لا طبعا الخيانة طبعا الخيانة طبعا صح طبعا بمليون مرة أصلا وأقولك بفجأة كمان الخيانة بتصنف حاجتين خيانة عاطفية وخيانة جسدية صح كده الرجل الرجل متخيل ان لو هو عمل خيانة جسدية أصعب على المرأة من خيانة العاطفية على العكس سميما بعد دراسة طويلة جدا جدا اكتشفت ان الخيانة العاطفية عند المرأة أصعب من خيانة جسدية تخيالي بتظن ان الخيانة الجسدية هي نزوة ولاحظة ضعف لكن الخيانة العاطفية هي انهار للمشاعر وقصة حب اللي بينها وبين جزء تخيالي